مجلس إقدارة انتهى حاولوا جبول يا جماعة في الجزء ده جلال بابراهيم أو حد قبل ما طلع فاصل إذن تم الاستغناء رسميا عن خدمات التوأم وفقا للخبر اللي نزل ونتأكد من صحته الآن عشان بأشبول حاجة مش مئة في المئة ولكن احنا عارفين ان كان فيه كلام مع كابتن حسن شحاتة ولكن ما كانش ينفع نخوط فيه والزمالك مدالة كان في الصورة ولكن وفقا للخبر اللي نزل من اللحظات انه حسن شحاتة مديرا فنيا لنادي الزمالك خلفا للتوأم حسام إبراهيم وإذا تأكد من الخبر أكيد هكون لنا كلمة لطيفة نوجهها للتوأم أكيد وكلمة تحفزية أكيد نوجهها للمعلم حاولوا يا جماعة عمر بسرعة تصل لنا بنادي الزمالك تأكد أولا من الخبر وبعدين كان كده نخش على جلال بابراهيم أو حد من أعضاء المجلس أول ما أجي للتلفون طبعا هقطع دهوة أبقى معاك على طول كابتن شلبي تحياتي نسأل الله تعالى أن يكون في عون الدكتور عسام شرف وحكمته في هذه الأيام الصعبة التي يجب أن نتفرغ فيها للعمل والإنتاج حتى يتوقف النزيف الجاري حاليا في الاقتصاد القومي اللهم لا تخيب رجاءنا ودعاءنا صلاح أسوان كومومبو قرية أقليت اللهم أمين يا رب ناخد من هنا يا شلبي هذه الأسماء التي طرحت لا تصلح لشغل مناصب وزارية أتمنى أن لا يختار الوزراء من ميدان التحرير لاختلاف الأهواء داخل ميدان سيد سلام فقوة شرائية ده اللي أنا قلت يا سيد ممكن كلها تبقى أنت برضو مش مهيئة أنت تقول أنها لا تصلح أو تصلح لأنت ولا أنا ولكن قل الأمر هم المهيئين عندهم التاريخ وعندهم السيفي وعندهم الإنجازات وعندهم الكاريزمة وعندهم القدرات وعندهم الكفاءات وعندهم كل حاجة هم اللي يقولوا مش حد تاني مش حد تاني كابتن متحط الشعب يريد بث جلسات المحاكمات على الهواء بتعليق كابتن متحط شالبي رامي أبعوف بورسعيد طيب من مجلس إدارة ناتزة ملك دكتور شيرين فوزي مساء نوار يا دكتور مساء نوار كابتن متحط يا رب تكون بخير إزاي كبيرشة إزاي حضرتها هل بالفعل قرار مجلس إدارة أنتوا خلصتوا جلسة مجلس الإدارة من عشر ده من عشر ده بالزبط كده القرار الخاص بالجهاز الفني لا حضرتك توجيه الشكر لكابتن حسام وتعيين الكابتن حسن شحاتة وعليه طبعا هو ترشيح وتعيين جهاز المعاون له هو اللي هيرشح ايه طبعا يعني إذن الجهاز الفني والإداري لنادي الزمالك بالكامل تم توجيه الشكر لهم تمام يا فن ويتولد كابتن حسن شحاتة تشكيل الجهاز الفني والإداري تمام تمام في حاجة مهمة تانية يا دكتور لا ما فيش دهنا جلس طبعا كل حاجات إداريات هو القرار ده الوحيد نخد وقت طبعا خد مناقشات من عضاء النجل في الحمد لله يعني في الآخر بجلس قرر يعني بعد مناقشات قرر هذا القرار بالأغلبية بالأغلبية وليس بالإجماع لا 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 بشي بالإجماع طبعا الحاجات ما فيش حاجة احنا يعني كل حاجة بغلبية والناس كلها مطعق طيلا يعني كله دي وجهات نظر مختلفة يا كابتن مالك أكيد عايزة أقول لك يا دكتور أمام الملايين من المؤكد الكابتن حسين مبريم عمله موجود يشكر عليه تماما ومن المؤكد أن اختيار المعلم حسين شحاتة هو مكسب عظيم لنادي الزمالك ومكسب عظيم للكرة الزمالكوية لما يحظى به كابتن حسين شحاتة من حب الملايين من جانب ومن الجانب الآخر إنجازاته العظيمة مع منتخب مصر تضع في مصاف أعظم مدير فني في تاريخ الكرة المصرية إذن أنتم حصلتم على أفضل مدير فني في مصر وكابتن حسين شحاتة ومن المؤكد كل شكرة التقدير لكابتن حسين وجهازه اللي أقدموا أيضا للكرة الزمالكوية الكثير والكثير ولكن أنتم قد أصبتم عين الحقيقة بتعينكم الكابتن حسين شحاتة مليون مبروك عليكم كابتن حسين شكرا يا دكتور أشكرك شكرا جزيلا ولا نتعقيم آخر أكيد في الجزء الرياضي بس خلينا الأول مع السياسي